تحياتي و اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلفي برشلونا اللي تجيكم مني انا محمد عواد بالتعاون مع برشلونا نيمز حلقة اليوم بعد خسارة برشلونا المفاجئة خسارته اللي جاءت امام قادش واللي اثبتت انه هذا الفريق عنده مشكلة هذا الموسم بانه مش عم بيتعلم بالشكل السليم لا مدافعي عم بيتعلموا ولا حارسهم فعم بيكرروا اخطاء غريبة وبنفس الوقت مدربهم ايضا ما عم بيتعلم فعم بيكرر اسماء معينة باسليم معينة عارف انها هتدخنوا مشكلة ويبلش يبدل بالشغل الثاني عشان يحل المشكلة ولا مهاجمية عم بيتعلموا انه الفرص اللي بتروح ما بتيجي مرة ثانية وبتندم عليها بعد ذلك فريق ما بيتعلم مقابل فريق جاء بحالة جيدة هازم ريال مدريد متعادل مع بيا ريال واليوم هازم برشلونا ايمان وثقته بنفسه كانت عالية باللقاء زادوا يقين وقلع انه بقدر يفوز الهدف الاول اللي سجلوا مبكرا المباراة اللي جاء فيه ظل ضغط على برشلونا نتيجة انه ريال مدريد فاز على اشبيليا اتلاتيكو ايضا فاز بمباراته فبالتالي اي خطأ معناها برشلونا عم بيبعد اكثر واكثر عن اتلاتيكو اللي يبدو حاليا انه المرشح الاول للقاء ايه كومن بدأ ببرايتويث استمرارية الرأس الحربي اللي بدو اياه ايضا بدأ بجريزمان وبدأ بكوتينيا وهنا كانت بداية المشكلة انه كان واضح جدا انه هذا الفريق حيكون معظم تمركزه بالعمق وحيكون مرتاح لو تقدم بالنتيجة وحيذائق كثير لو تقدم الخصم شفنا الهدف الاول لقادش بعد تسع دقائق بعكسية من مينجويزا وهذا الهدف يضع ببساطة قادش في مناطق راحته قادش تراجع وبلش يدافع بتسع لعبين على خط مرمى تقريبا اربعة خمسة واحد والعاشر ورا عشر لعبين ورا الكرة يعني خلص ما بديش ألعب كرة القدم بدي أدافع وبنفس الوقت برشلون كان عنده ردة فعل جيدة بعد الهدف وهذا اختبار ردة فعل كان ناجح فيه بعد الهدف بلحظات كان فيه فرصة لكوتينيو ضيحها ثم أضاع برايتوت هدف آخر برشلون ضيع الفرص احطى قادش الفرصة يستوعب صدمة تقدمه احطى الفرصة يرجع يتمركز احطى الفرصة يقضي تماما على المساحة اللي بيلعب فيها ميسي ويجريزمن في العمق وأجبرهم يبعدوا لورا برشلون امتلاك الكرة في الشوط الأول ما يقارب 80% لكنه فعليا خلق فرصتين أو في ثلاث فرص يعني كان واضح الموضوع بده تغيير كان واضح الموضوع بتغيير في عرض الملعب وبعمق الملعب أيضا فالاستحواذ هذا كان ما فيش منه فايدة طول ما ديونغ متحفظ بتمريراته موجود لورا مش عم بينطلق مش عم بيدخل إلا بعد الدقيقة طول ما بوسكتش عم بيلعب متحفظ بدنيا خايف على نفسه يتقدم بنفس الوقت تمريراته جدا مكشوفة ومقروعة فصار الموضوع كله قائم على تمريره بتيجي من اللعب واحد هو ليونغ ميسي وتقريبا 70% من تمريرات ليونغ ميسي معروفة إنها رايحة لقلبة فالفريق كان مقروء بهذه الكرة وبالتالي كان مقروء جدا بالنسبة لقادش وكان بسهولة جدا إنه قادش يقدري خلص الشوط الأول متقدم. الشوط تاني عجبني كوما في التبديلين الأولانيات وعلى طول بدري ويعادة ديونغ. يعادة ديونغ للخلف منطقية جدا بغض النظر عن اللي صار فيه بهدف نيغريدو منطقية لأنه الخاصة مش عم بيهجم مش عم بيهجم أبدا مش عم بيرتاد أبدا وارتداده سيء فبالتالي انت بدك قلب الدفاع الثاني يكون وسط لما تكون معك الكرة وهذا الشي انت قشفناه بدري بيحافظ على الكرة كويس وبيلعب كرات في الأمام للمرمى تيها هذه المرمى بشكل كويس ودمبلي جاء يوسع رقعة اللعب. يعني تبديلين فعليا هم بتلت تبديلات أعطوا الفريق كثافة كبيرة حدية كبيرة نتج عنها هدف التعادل كان واضح انه لما تلعب على الأطراف لما تسرع الكرة من الوسط للأمام حتى يجي التعادل يعني مسألة بدها شعب قرية ولا شطارة فكوما نعمل الصح بس حتى قبل هدف قادش وبعد هدف قادش في ملاحظة مهمة بدأ وقف معها تتعلق كل الكرة كانت تروح له يحطوه بموقف واحد لثلاثة أو واحد لاثنين ميسي أخذ العمق بالنص وعد يسار ماخذ اليسار وشوي للعمق كل الفريق صار هناك ودست لوحده هناك تيجي الكرة من بوسكتش أو من دي يونج وبوقفه بدعمهوش بمنرهو الكرة له وبدبر حالك هذا اعدام لهذا الظهير اعدام لقدراته اعدام لسرعته مش هيك الطريقة الصح عشان توظف ظهير سريع جدا مش بهذا المكان تسلموا الكرة ودقولوا يلا انطلق امامك اتنين ثلاث لا يعني اهدار لموهبته بصراحة يعني حيدخلوه فيه يدخلوا فيه كثير اللاعبين نتيجة انه التوظيف مش عم بتم بناء على خدرات اللاعبين عم بتم بناء على راحة منظومة معينة اتعول عليها الفريق اكثر من اللازمة ولما كان كثافة اللاعب كلها تمام والحدة والسرعة كله تمام ايجا قالبا قرر لعب رامي التماس مستعجل زيادة عن اللزوم لانجلة توتر واشتيجين ختمها بهدف اخر جديد هذا الموسم بيطلقى برشنونا بطريقة غريبة بطريقة كوميديية هدف هز معنويات برشنونا بشكل واضح طلقهم من المباراة عشر دقائق تقريبا لعن ما يرفوا يرجعوا شوفنا دبديل ترينكاو وبيانيتش ومرة ثانية برجع كومن للتبديلات اللي فيها نوع من الفدائية المبالغ فيها وبيعتقد انها راح تزبط طبعا سحب دست ونزل ترينكاو مع انه يعني قلنا نحكي بوضوح اكثر هون ربما كان افضل يسحب جريزمن ونزل ترينكاو ويخلي دست عاليمين ويصير فيه اتنين عاليمين واثنين عاليسار يفتحوا الجبهة هذا اول ثانيا كان واضح انه بيانيتش كان لازم ينزل قبل بشوي بانر بوسكتش اليوم بيفتكاك الكرة كان مقبول لانه لعيبت قادش كان يروحوله فهو كان عم يفتك الكرة لكن لما تكون معها الكرة عادي جدا ما في شي مميز يعني بيانيتش كان هيقدر يفيدك ضبط الرتم كان زيه يعني زيه زي هاد وكان هيقدر يفيدك ربما ببعض الكرات اللي فيها نوع من الابداع اللي ما بيقدر يعملوا بوسكتش حاليا وربما بلون برشلونة ايضا عشيء اخر اللي هو نس العرضيات البعيدة دائما كان يحاول يوصل لاخر منطقة جزاء ويلعب مع انه عندك رأس حربة وربما العرضيات هذي كانت هتخلق سكن بول وكرة ثانية تستفيد منها يكون فيها خلخلة وتسجل هذين الاشياء اللي بلوم عليها برشلونة اضاعة الفرس بلوم عليها برشلونة طريقة التفكير بالدبديلات ايضا من جهة كومن اعتقد كان ربما بعضها يوعد ترتيبها بشكل افضل والتأكيد الاقطاء الدفاعيين ما بقدر علوم عليها حدا الا اللاعبين اللي بيغلطوا فيها يعني هذي اشياء بداية لو يغلطها واحد بلعب معي بالحارة بعصب عليه فما بالك بلعب محترف بنادي برشلونة هدف اول عكسي وهدف تاني فضيحة وراحة المباراة من المباراة خلينا نحكي الجديدة والقديمة اللي دائما بنحكي انه لما تشوف المباراة بتقول اوه والله حرام برشلونة يخسر بس عم بيخسر والوقت عم بروح من كومن والدوري تقريبا راح يعني الان كومن يحتاج انا اعتقد شخصيا الى شبه معجزة او شبه معجزة ادارية انه رئيس النادي اللي جاي يعامله زي ما تمت معاملة في الموسم الاول انه احنا اجينا نبني والموسم الجاي هو موسم الحصان خلينا نشوف شو بصير مع برشلونة في النهاية كنت معكم انا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا نتابعوني على قناة سيفي سبور في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة